في النقطة دي ولكن ايضا هناك نقطة ايجابية يعني دلوقتي اصبحت القماشة اكبر زي ما بيقولوا بمعنى ان انا كان الاول عندي معروف مين جاي ومين ماشي وكان بيبقى واحد او اتنين بس لكن دلوقتي عندك تقدر تتكلم عن مصطفى فتحي تقدر تتكلم عن حسين فيصل تقدر تتكلم عن مروان حمد تقدر تتكلم عن اسامة فيصل تقدر تتكلم عن مجموعة اللاعبين اللي موجودين باستثناء الجزء الخلفي لكن كله في احمد رفعت طبعا في الفترة دي فاصبحت القماشة موجودة اكبر فده من وجهة نظر ناس كتيرا وبرضو شايفا الموضوع ده مهم جدا للمنتخب خلال الفترة اللي جاية شامي بقاش الاعتماد على الناس بعين بصد ده شيء جيد يا اسلام يعني شيء كويس انك انت كمدير فني بتبتدي تشوف لعيبة وتجرب ويبتدي وبعندك انت رؤية من وجهة نظرك الشخصية انك انت للحكم على اللعيب واختياراتهم النهاردة احمد رفعت بيقول ان انا ممكن اكون لعيب منتخب لعيب جايد نهاردة حسين فيصل ممكن بيقولك ان انا ممكن ابقى لعيب منتخب جايد على العكس النهاردة مران حمدي ممكن ما يكونش اثبت وجوده بشكل كبير مع المنتخب ومع ذلك انت كمدير فني ودي من السلبيات بقى اللي انا بشوفها في مستر كيروش انه من السلبيات ان انت لما تشوف يعني اتنين بيلعبوا في الدوري اتنين فراودة في الدوري واحد متعلق وبيسجل وعنده امكانات وقدرات ولعيب معاه تاني برضو لعيب امكانات وقدرات وجايدة ولكن عندك لعيب هداف دوري وبيلعب تسعة سترايكر وبعدين انت اعتمد عليه في حتة تانية تكلم على محمد شريف لنقطة خلاف فكرية مع ممكن تكون مع حد يعني هم او الممكن التيم اللي مع كيروش شايفين ان شريف الاصلح بالنسبة لي وبقى يلعب وينج فلا نحط شريف وينجي ونشوف تسعة تاني مختلف لكن انت ما عندكش رقم تسعة اللعيب السوبرستار اللي تقدر تقول عليه مثلا ده محطة جيدة ده لعيب امكانات وقدرات عالية مسلا مصطفى محمد بسراعة مسلا يعني لكن شريف بيقدل حتة دي بشكل كويس شريف طبعا خد بالك يا اسلام النهاردة انت تلعب في بطولة ممكن بشكل كبير بتعتمد فيه على السرعات بشكل اكبر وانت بتلاعيب فرقة برضو بتهجمك كتير عندها مسحات كتير شريف ومروان فروق السرعات الموجودة لصالح شريف وبشكل كبير يعني كنت تقدر تعتمد عليه في الهجمات المرتدة السريعة منتخب مصر في البطولة دي معرفش كانت تلقات توافقني ولا لا الهجمات المرتدة السريعة المنظمة ما كانتش موجودة بشكل كبير مش موجودة تقريبا يعني لان انت ما عندكش اللعيب اللي بيعمل الحتة دي خالص انت كمدير فاني السؤال بس اللي عايزة سألها اسلام عارف انت النهاردة لما جدت اتعاقد مع كرش انت تعاقدت ما علي انه يبني فريق ولا ياخد بطولة لا هو مالوش في الكاس العرب ده اللي أنا عرفته لا انا مش بكلم مع كاس العرب ولا كاس الأمم انا اخد ولا كاس الأمم انت اجابوا ليه تجابوا عشان كاس العالم يعني مدرب خلينا سألك أنا سوائل هسألك سوائل مدرب مش هياخد كاس الأمم ولا ممكن يوصل للسيمي فاين مثلا يا كابت يب هيروح كاس عالم هو ده شاهدتو سؤال بس سؤال السؤال الأحلى لو انا بقى عمل العقد ده مع مدرب مصري وقال لك الكلمتين دول هتقوله ايه آلوط لعبار آلوط لعبار مجшь